جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من يقع في عرض عالم من العلماء ونبين على ذلك ندم شديدا بماذا توجهونه الآن جزاكم الله خيرا وكيف تكون كفارة خطيئته تلك أن يقع في أعراض المسلمين محرم لأنه غيبة الغيبة كبيرة من كبار الظرو قال الله تعالى وَلَا يَرْتَبْ بَعْدُكُمَّا وَأَيْحِبُّ أَحَدِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْنَ أَخِيهِ مَيْتًا وقد تقول الله إن الله تواب الرحيم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة لأنها ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته فعلى كل حال الغيبة محرم وغيبة العلماء وولاة الأمور أشد تحريما لما في ذلك من الفتنة ولمال هؤلاء من الحق الواجب على المسلمين فغيبتهم أشد تحريما ومن وقع في غيبة أحد من الناس إنهم يستغروا الله وعتوبوا إليه ويطلبوا المسامحة ويطلبوا المسامحة ممن ارتابه الآن كما ذلك وإن لم يمكن ذلك فإنه يدعو له ويثني عليه المجالس التي ارتابه فيها يثني عليه ويدعو له المجالس التي ارتابه فيها نعم